اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جينين شمال الضفة الغربية وعتقلت أربعة فلسطينيين وأكدت مصادر فلسطينية أن ثماني أليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من جهة حاجز الجلمة وذلك بالتزامن مع اقتحام قوة أخرى قوامها عشرة مركبات المدينة من جهة شارع نابلس قبل توجهها نحو حي المراح بالمدينة ومدهمة عدة منازل في الحي شكرا